شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مراسم توقيع عقدي شراكة جديدين لإدارة وتشغيل فندقين بالقاهرة وبموجب عقدي الشراكة تقوم مجموعة هيلتون بإدارة وتشغيل فندقين بالقاهرة الأول بمنطقة أبراج مثلث مسبيرو والثاني بمنطقة سور مجر العيون وأشاد مدبولي بخطوة توقيع عقدي الشراكة لإدارة وتشغيل هذين الفندقين بمنطقتين كانتا في الماضي عشوائيتين ومسجلتين ضمن المناطق غير الآمنة هذا وأكد رئيس الوزراء أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كانت له رؤية وإرادة سياسية ومتابعة مستمرة لملف تطوير المناطق التي تحولت بفضل هذه الجهود لمناطق حضرية متميزة مشيرا إلى أن التجربة المصرية في تطوير المناطق غير الآمنة أو المغير المخططة أصبحت مسار فخر لكل المصريين ترجمة نانسي قنقر